حزم عبد السلام الزهوري أمتعته من ثياب وأثاث وغيرها كانت نواة منزل أمضى فيه مع عائلته ما يقارب 13 سنة في لبنان هو الذي أتى هاربا من الحرب في بلدته القصير يعود إليها اليوم ليبقى حسب قوله ما حصل هنا لم يكن في الحسباني فوجئ جلال الجربان النازح من بلدة القصير بعدم ورود اسمه في اللوائح عبرت عائلته الحدود اللبنانية السورية عند معبر جوسي في القاع وبقي هو منتظرا تصحيح أوضاعه في بلدة عرسال التي تضم واحدا من أكبر مخيمات اللجوء في لبنان كانت العودة تتم عبر معبر غير شرعي والزمراني وادي الحميد باتجاه القلمون نتشكر كل اللبنانيين وأخوتنا أعزاء استقبلونا هالاستقبال الطيب وإلهم منا من كل السوريين بيقول باسم كل السوريين إلهم كل الاحترام يقول رئيس بلدية القاع بشير مطر إن الأغلبية من اللاجئين السوريين غير راغبين بالعودة إلى ديارهم أمر بات يشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على كل اللبنانيين حسب قوله حس النازح أنه في جدية بملاحقته متابعته ما بدنا هي فيلم ضايعة لا ضايعة بدنا هي دغري روع سوريا بلده أولفي وألا وصلين على مشكلة كثير كثير كبيرة قافلة عودة النازحين السوريين هذه والتي تتم وفقا لخطة وضعتها المدرية العامة للأمن العام لن تكون الأخيرة وتقول مصادر الأمن العام بأن دوائرها تنتظر موافقة السلطات السورية على لوائح تتضمن أسماء راغبين في العودة إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة صحيح أن المفوضية العليا للاجئين تعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية لتسهيل عودة السوريين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلا أن مصادر داخل المفوضية قالت للحرة أن هذه العملية ليست تابعة لها وأن وجود مراقبين لها هنا يقتصر على تقديم المساعدة للاجئين في سوريا وعما إذا كان لديهم معلومات عن اختفاء أشخاص عادوا إلى بلادهم تقول المصادر إنها تتحفظ عن مشاركة أي معلومات عن حالات فردية لأسباب تتعلق بالسرية والحماية الشخصية وتؤكد على العودة الطوعية والكرامة والحماية الشخصية سحر أرناؤت الحرة القاع البقاع الشمالي